قرن من الزمان ماضى على المأساة من وعد بيلفر عام 1917 بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين إلى وعد ترامب عام 2017 الذي يعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلية وبين هذين التاريخين حلت النكبة عام 1948 من قتل وتهجير لمئات الألاف من الفلسطينيين وهدم ما يزيد عن 500 قرية على يد جيش الاحتلال الحاجة شام حسن من قبيلة النمولي في بئر سبع شاهدة على وقاع الجريمة التي دفعتها هي وغيرها من الفلسطينيين للتيه والشتات لكنها وقبيلتها اختاروا الفرارة إلى مصر يدو بعد المغرب بالزبط والناس جاعد على التبسلية وبعدين كل واحد جاعد في بيته ما شفنا اللي والطيارات جايبة هاجمة علينا بالجنابل وينزلوا علينا جنابل ونار جاموا أهلينا خذونا وطفشوا بينا بقى في الجبال واللي لها عيل سباتوا وراها ده واحدة ثلاثة المخدة بتحسبها عيلة ولما نجينا في البلد في الحتة الوطنية والسوطنة بتبس كده لجيسة المخدة طيب بدها ترجع فين ما رجعتشي بدها ترجع فين خلاص اللي راح راح واستقرت قبيلة آل نمولي في جزيرة فاضل مركز أبو كبير شرقية عبر موجات هجرة متتالية من منطقة وادي الشلالة بقضاء بئر سبعة الشيخ المختار يروي لنا وقائع المأساة لا مجلس الهيبار البيت أنا جيت أفضل التلاقي أصعب علي وكنت أنتظر لأنتظر العودة انتظر العودة لأرضينا انتظر العودة ولكن ناس الهيبار البيت ما تمكنوش كانت الترج والشديد علىهم والعقاب وفهم ما هادبين لقد أحضرنا لسبيل العودة لأرزاقنا وعموالنا وبعد سبعة الشتين طبعا أنا انقصرت ودينا في مصر والزواجت من مصر والتحاقد باستورة الفلسطينية لأنني أنا أساسا مقاتل وبعد ذلك طبعا بدأت أقدم في الجيل الفلسطيني التنظيمات الشعبية في كل خدمات منذ لحظة الأولى تشعر وكأنك داخل قرية داخل الأراضي الفلسطينية فسكنها الذين يقترب عددهم من خمسة آلاف نسمة لهم عاداتهم وتقاليدهم لكنهم يشعرون بالامتنان لمصر نحن هنا في جزيرة فاضل قرية فلسطينية على أرض مصر الحبيبة زيها زي القرى المصرية المحيطة إبها ومنصهرين في بوتقة وحدة مع القرى المصرية لنا ما لنا وعلينا ما علينا من حقوق واجبات لا فرق بيننا وبين أي قرية مصرية بالنسبة للمشاكل واللي يعتبر مثلا الصعوبات المعوقات اللي بتجاب الأهلين في جزيرة فاضل نحن ولله الحمد عاملين لجنة مصالحات مكونة من تسع أفراد بتحل جميع مشاكل القرية سواء الداخلية أو الخارجية وبين تدبوهم القرى المجاورة في حل بعض المشاكل الأخرى ما فيش فرق بينهم وبين أي لجنة مصالحات مصرية بالعكس بنلاقي كل تعزيز وكل تجيع من الجهات الرسمية المصرية هنا كل شيء يذكرك بالوطن حيث يحرص الآباء والمعلمون على غرص قيم الانتماء وهو ما يبدو جليا في عمل الأستاذ محمد عبد الحميد وهو مصري متطوع في فصل محو الأمية دايما بنذكر أطفالنا الصغار والأشبالنا هنا بالقضية وبالانتماء للوطن والعودة إلى الوطن من كل حين إلى آخر ونحن هنا بنبس روح العودة إلى الأرض الحبيبة إلى القدس حلم لنا نرجع فلسطين أنا عايشة في مصر بس حلم لنا نرجع فلسطين حلم لنا نرجع فلسطين فلسطين بلادنا فلسطين بلادنا لازم نروح فلسطين بلادنا وطن فلسطين بلادنا وطن فلسطين بلادنا وطن وشعبنا ويعيش الفلسطينيون هنا في قرية فاضل بالشرقية بإرادتهم لم يعرفوا المخيمات أو اللجوء لكنهم مناشدون المسؤولين الفلسطينيين بمراعات وضعهم القانونية من حسش أني لاجئين أبدا لا حس أني لاجئين أبدا لا في إقامة ولا في سفر ولا بحس نفسي مصري ولكن حق العودة بنحلم به ورغم استقرارهم في مصر يتمسك الفلسطينيون في جزيرة فاضل بحق العودة شأنهم شأن كل الفلسطينيين في المهجري والشتات أحلم نرجع حق بكره بلده أتمنى أشوف تراب فلسطين أنا أتمنى أشوف تراب فلسطين ولو أعيش فيها يعني ثانية أنا أتمنى أرجع لها فلسطين مصر وطني ولكن لا يغني عن أرض فلسطين ما نحلم حلم العودة ولن أرضى أن هناك بلاجة ولكن سوف نعود ولن نرك على اليهود نحلم حق كل شايف فلسطيني إن ولد أو لسه إن ولد أو فبط دمه حق بيطلب حق العودة وينقل الآباء لأبنائهم وأحفادهم تاريخ الوطن من نضال شعبه وقصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلية وهو ما يبدو جليا في النشيد الوطني الفلسطيني الذي يتغنى به رمضان ورفاقه فدائي يا شعبي يا شعب القلد بعصف الرياح ونار السلاح وأسرار شعبي لقود الكفح فلسطين داري وأرض انتصاري فلسطين ساري وأرض السمد هنا تعيش أجيال من الفلسطينيين منذ النجبة بعدما هجرهم المحتل الإسرائيلي عن ديارهم سبعون عاما لم يعرفوا خلالها المخيمات أو اللجوء على أرض مصر ورغم ذلك لا يزال حلم العودة نابضا في قلوبهم ولسان حالهم يقول آه يا جرحي المكابر وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر إنني العاشق والأرض حبيبة من جزيرة فاضل في الشرقية محمود العزالي لبرنامج مراسل نيل محمود العزالي لبرنامج مراسل نيل محمود العزالي لبرنامج مراسل نيل محمود العزالي لبرنامج مراسل نيل